السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في اكاديمية العطاة الطبية وياكم دكتور كرام معيد في الجامعة العراقية كلية الطب في اختصاص الجلدية ان شاء الله رح نبدو ياكم سلسلة محاضرات عن الانتومي اوف دا اب دومن ورح نطرق ان شاء الله كل التفاصيل الخاصة بالسيستم وبنهاية المحاضرة ان شاء الله ونهاية السلسلة هنشرح لكم كيسات عملية هتواجهها بالمستشفى related to this system فاهلا وسهلا بكم ان شاء الله بهالمحاضرة رح نحط على الفرق ما بين الابدون وال والابدون الكافيتي ان شاء الله وحناعرف الابدون الكافيتي شنو المالتها ومن من تتكون وان شاء الله المحاضرة الجاية ان شاء الله حنحط على الوريجين وان شاء الله بالمحاضرات القادمة هنشرح على الانتومي اوف دا فيزيرا وان شاء الله اول معلومة الشباب لازم نعرفها انه الابدومين اللي هو هذا الجزء والمطقة اللي صاره ما بين الثوراكس وما بين البيلفيس تمام شباب عيني اكفة شي تماخذيه بالمرحلة الاولى اليوم اني اريد عيدة لكم لانه هو مدخل مهم بالابدومين شباب الكافيتيز ما البادي تمام الكافيتيز ما البادي اوكي بادي نجيل ما بين اوكي تنقسمنا قسميز دورز الكافيتي واند فينتر الكافيتي اكو فجوات خلفية اوامية من يوم نشرح الفجوات الخلفية فجوات الخلفية تنقسمين اقسمين يعني هذا القسمين هل هنا كرين الكافيتي و سباين الكافيتي هنا اشياء مسؤولة على senus هتاخدوها ان شاء الله ضمن الخليج لانتوني البرين الكريين الكافيتي اللي هو يشمل على منه على البرين داخلها أكو البرين أما هذا النهاية مابت الخلفية اللي هو اسمه البوري الأخضر هذا داخلها أكو تمام هذه الدورز الكافيتي أما الفينتر الكافيتي الفوهات الأمامية فبها تنقسم قسمين تنقسم إلى التراسي الكافيتي اللي هو التجويف الصدري والأبدومنو بيلوك كافيتي يسموها التجويف البطني والحوظي شوف ننفرق بين نمات الأمامية يعني نتصارينا مع داخلها بس هنا خط وهمي هذا من الخط الوهمي دكتور هذا الخط الوهمي هو ما حطوا العلماء هو ما موجود بالحقيقة بس حطوا العلماء على مركز ينفرق بين ما هو بإنه هذا الخط الوهمي اللي هو يسموه أو سأعطيكم ايه او شوفكم ايه بصورة اوضح بالسلاد الثاني تمام هذا اسمه هذا خطوة همي اوكي دكتور فرقتلنا بين الابدونال كافيتي والبالفك كافيتي زين دكتور الابدونال كافيتي والثراس الكافيتي شنو اللي يحيطين شنو الابر روف ما الابدونال كافيتي شنو الجدار او الحد العازل ما بينهما العلوي دكتور فشي اسمه الدايفرام اللي هو الحجاب الحاجز اللي هو الحجاب الحاجز تمام الحجاب الحاجز هو مو خطوة همي هو حقيقي موجود ما بين الثراس الكافيتي والابدونال كافيتي تمام 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 زين شباب اكم معلمهم مهم الارد حاشيها الدايفرام اللي هو يعتبر الابر بوردر bleeding abdominal cavity وين واصل الحدود مال 24 كي anatomical position مال 24 واصل لحد 4 intercostal space هي شوية ما واضحة بس على ما تكونوا تكونوا واضحة يعني هاي مو دقيقة الصورة بس هو هذا الحد ما واصل ما انت الى الفورث انتر كوستال سبيس تمام فورث انتر كوستال سبيس على ما تعرفون انه الكونتينس ما الابدوني الكافتي واصطة الى حد الثراس الكيج يعني هذا الشي طبيعي مو مو شي مو طبيعي لها وهذا الطبيعي من انسان شباب هذا اللي دا شوفوا هذا هو الخط الوهمي اللي قلتكم عليه اللي هو يفرز يعني او يفصل لنا ما بين الابدومينال كافتي والبيالذيك كافتي اللي هو اسمه البيالذيك انلت اسمه البيالذيك انلت او اسمه الثاني هو السوبيرير بيلذيك ابريتشر اسمه الثاني هو السوبيرير بيلذيك ابريتشر اذا هذا هو الحد الادنى من الابدومينال كافتي تمام اول خنقول الروف ما البيالذيك او الفلور ما الابدومين مثل ما تشوفون طلاب هذا شخص نايم على ظهره ما اخذين دمبه على الجزء العلوي وجزء السفلي طبعا ماكو هنا اذا شوفون هنا شوفون هذا اللي اشراني هو اللي هو الابدومينال شنو ابدومينال كافيتي اللي هو تجوي في البطن اللي اشياء كل شمو ما احنا اطرقتها ان شاء الله بالمحاضرات الجاية واللي بي الفيزرا والى الله المهمة في المعدة والبنكرياس والكبد والاخرين اما هذا اللي اذا شوفوا شباب هنا اما هذا الشباب اللي اذا شوفوا هنا هذا اللي اللي يمحاية الابدومينال كافيتي هذا يسموه الابدومينال وال هذا يسموه الابدومينال وال اللي يكون جزء بالانتيريار يعني بالانتيريار ريفيو ما البيشنت نسميه انتيريار ابدومينال وال انتيريار ابدومينال وال اما الجزء اللاترال لهذا الabdominal wall يسموها lateral abdominal wall شافوا ان اكو اشياء مشتركة كplatz supply, كnerv supply كvenus drainage بين الانتيرير عن lateral abdominal wall فسموها مشتركة سموها anterior lateral abdominal wall anterior lateral abdominal wall تمام? زين اما هذا الجزء الخلفي اللي دي شوفوا هذا اللي هو هذا ال posterior هذا يسمى ال posterior abdominal wall وبمو انه اكو اشياء مشتركة ما بين الانتيرير وال واللاترال والمناحة انه التغذية شريانية مشتركة التغذية العصبية الانتيرير سابلاي النرف سابلاي وقلنا اللمفاتيك فذني اندرسن اندرسن الانتيرير عن الدلاترال اللي هو هذا حدود هن من هنا من هنا الى هنا ذني كل هن اندرسن ضمن موضوع واحد يعني ما هو شي اسمه انتيريريولاترال لأ حناخذ شي اسمه انتيريولاترال abdominal wall موضوع واحد الموضوع الثاني الي حنتطرق له همن هو البوستيرير البوونال وول تمام تمام زين شبع بنستنتج نستنتج انه هذا الابدومنال كافيتي شنو البووندري سيساني جيني واحد شاطر حيبدي يعرف شنو البووندريس او شنو الاشياء اللي محيطة بالابدومنال كافيتي من الناحيه الأمامي يشكو اكو الانتيرير ابدومنال وول زين لاترال عافية عليك. زين بوستيرير شكو. دكتور بوستيرير. عافية عشتي لك. زين سوبرير الى منو. يعني فوق بالروف ما تمنو. من الحدودة الدايفرام. حفية. احنا اخذنا باك الستلات. قلنا انو الابر بوردر ما الابدومنال كافيتي هو الدايفرام اللي هو موجودة بالنهاية. هي من الفورت انتر كوستل سبيس. اما النهاية الخلفية فهي متصلة. يعني ما عنده ما عنده روف. احنا ابدومنال كافيتي خافي سيلك. وما عنده روف لان هو متصل ويهل بالذك كافيتي. فلذلك شباب هاده السلايد. ما للمحاضرة يقول لك انو الابدومن هو كومبوز او شنو. ابدومنال والا ابدومنال كافيتي. الابدومنال واللي احنا قلنا تنقسم الى انتيرو لاترال ابدومنال واللي هي قلنا مشترك بالنير صبلاي وبلت صبلاي. انت بوستيرير ابدومنال وال. اوكي. عشتي لك دكتور. زينا الابدومنال كافيتي شنو وضعيتها. هي السوبيريار او ميجر un despardowana بميجر Ren said. overtime Mys good. البل في كافيتي. yet تذكرونا البل في كافيتي قلنا هاي صارة جوة. تعتبر هي يا بارت بنعتها السوبيريار الجزء العلوي un the major part. يعني هو الجزء الاكبر؟ والجزء العلوي من ال下去guyability تمام. اللي هو čانت مين?那就انت انه جزء من الفنترال الكافيتي اللي صار بلوه هذا افراح. هس الكلام مفهوم عشتي لك دكتور. زينا هذا اللي بلين نحكي هنا عليه اللي بلين هو اللي يسمو بيلفك انلت او سوبرير بيلفك ابراتر اللي يفصل لنا الابدومينال عن بيلفك كافيتيز تمام زين هذا الابدومينال كافيتي الباوندر يقلنا من قدام انتيرال لاترال من وراء بوستير ابدومينال وال فوقه اكود ديفرام اللي هو يعني يروح يفوت لنا بالثراس كيجي لحد الفورث انتركوستان سبيس قلنا انفيرر اللي هي هاز نوت فلور لانه مستمر ويا البيلفك كافيتي هسا نجي ناخذ نظرة مع الكونتينس من الابدومينال كافيتي هو شي حتو هذا الابدومينال كافيتي هذا كله شنو داخله داخله اول شي هو ولمست اوف داشنو اوف داشنو اوف داشنو يعني الاستومائك الضمول انتاستان اللارج انتاستان الدودينام شكوشي بالجي اي تي تراكت موجود ضمن الابدومينبعد ما لدينا اللي هو الكبيت البنكرياس و السيبلاينيالي هو الطحال اوك اوكي زين اكو همين سيستنو مثل الكدني والموست اوف يوريتر يعني المناسل اللي هي الجهاز تباوليها موجودة هنا الكدني، واليوريتر همين الجزء من عنده اللي هو الكنية عن اليورته وهمنا نلقيهم أكو بيج فيزيلز ايورته والانفيرير فينا كيفه حمنا موجودة ضمن الابدومين ما هو الابدومين؟ الابدومين هو سيلندريكال شامبر هو عبارة عن غرفة تمتد منيا من الانفيرير مارجين او دا ثوراكس اللي هو هذا الانفيرير مارجين او دا ثوراكس الى السوبرير مارجين او دا بالبس اذا من هنا الى هنا اوكي زي الانفيرير ثوراكسي الابدومين اللي هو هذا انفيرير ثوراكسي الابدومين forms the superior opening of the abdomen تمام؟ closed by the diaphragm اوكي؟ اوكي انفيريري الابدومين الابدومين اللي هو هذا اسكنوز وذمنو with the pelvic wall عن طريق البلوك انلت البلوك انلت هاي البلوك انلت اللي هشراحته قبل شويله اما سوبرفيشيلي سوبرفيشيلي في الانفيرير الميت من الابدومين الولوين يخلص يخلص الى superior margin of the lower الوظائف الابدومين بشكل عام هنا وظائف لا تعد ولا تحصى بس اهمها ذكر لكمها هنا هي houses and protect the major visor هي تحتضن وتحمي الاعضاء او الاحشاء الداخلية الاحشاء الداخلية اللي هي المعدة والكبد والبنكرياس والاخرة اغلبة هنا نكون ساعد همنا بالبريث شون نساعد على البيث عن طريق هذا الدايفرام الدايفرام لما نحيرتفع فوق لما نحينزل الجو حيساعدنا بالبريث اخر شي هي changes يصير بال intra-abdominal pressure assessed and voiding of the abdominal contents like blood rectum and giving birth تمام اذا هذي هنا هصير اكو اختلافات وين اختلافات بالبريث ساعدنا الى voiding عن طريق urinary system او عن طريق defecation عن طريق rectum او عن طريق respiration عن طريق الدايفرام and giving birth اللي بالبريغنانسي شباب عيني الابدومن مثل ما تعرفون بهواي من اهمها هي الابدومن المصل تمام الابدومن المصل لا الابدومن المصل تعودنا ان الاريجين من اي مصل ما يجي يجي من في الشي اسمه بون تمام تمام زين الابدومن هاي كلها ما بيها بون يعني ما بيها بيها مصولز بيها كارتليجز بيها سكين سابكوتينوس شو الى اخر في زي رابس ما بيها بون فشون حيئذن لي العضلات اللي هنانة شون حيرتبطن حيرتبطن بال inferior portion مال ثوراكس وال upper portion مال شنو pelvic girdle او حزام الحوض يعني حيعتمد على العظام العلوية مال ثوراكس وحيعتمد على العظام العلوية مال حوض العظام السفلية مال ثوراكس والعظام العلوية مال حوض تمام تمام لذلك يقول لك الانتيرى abdominal wall extend from the inferior margin of the thoracic cage to the superior margin of the pelvic girdle لذلك يقول لك انو البوني البوني prominence اللي يعني يقعد عليه الابدومي المصل شنو انه اوش عندنا ال five lumbar vertebra اللي هنا هاد من الالوان الى هاي ال five lumbar vertebra هاي واحد هاي اول pony attachment الثاني attachment شعندنا ال شنو ال upper part من ال ilium اللي هاد ال upper part من hip bone او ilium bone هذا تمام ثالث شو اللي inferior thoracic aberture يسمى zephoid process هاي zephoid process زاد عندنا costal margin اللي نظر لون لزرق و عندنا همينا lower two ribs lower two ribs من الجهة الخلفي لذلك هنا يحي يقول انو abdominal wall يحتوي على مين من muscle and partially from the bones اللي هو يميد خلفي من التركيب بس هو يعتبر attachment للم muscle عندنا five lumbar vertebra وعدنا upper part من hip اللي حتيناها قل شوية وعدنا الزاء thoracic اللي هي inferior thoracic aberture اللي هي zephoid process with costal margin on lower two ribs شباب layers abdominal wall بالترتيب شباب هذا هو cross section layers abdominal wall اللي قبلا اللي قصيناه فاحنا عرضي هنا بشكل اوسع يسمينا superficial من برا لجو تمام من برا هنا لجو كأن معاني عيني هنا لتباوع دباع من هج من برا اكيد سوف نرى ال طبقة ال طبقة الأولى طبقة ال تمام 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 هذا ال طبقة اللي وراء ال اسم superficial fat layer اللي هو subcutaneous tissue subcutaneous tissue بطبقتين طبقة اسمها superficial طبقة subcutaneous اسمها cumbers fascia cumbers fascia اللي هو باللون الصفر اما الطبقة deep subcutaneous اسمها deep membranus layer اسمها scarbus fascia اللي هو باللون بنفس شي scarbus fascia و cumbers fascia تمام تمام اذا طبقتين عدنا من subcutaneous لشو زي عدنا وراها تيجي الطبقة الثالثة اللي هي المسلز داني هاي طبقات المسلز اللي هي على اختلاف تسمياتها لدينا ثلاثة انوان من المسلز بينات انذني بين ذني المسلز شكو اكو fascia اسمها investation fascia شاسمها investation fascia هاي investation fascia يعني بها الطبقات طبعا بها superficial وبيها intermediate وبيها deep تمام superficial intermediate and deep اوكي اوكي هاي العضلة الاولى ثاني ثالثة superfacial وهاي intermediate وهاي deep investation fascia العضلات اللي هنا العضلة الاولى الاكسترنال oblicue ثم internal oblicue ثم transversalus muscle أو transversus muscle أو abdominis زيد وراها ورا ما نطلع خارج المسل ستواجهنا فاشية خارجية داخلية اسمه transversalus fascia transversalus fascia على ما تعرفوها بشكل ادق هي اقرب شي على transversalus transversalus فهي اقرب شي على هذه العضلة فسموها transversalus fascia وهي جزء من fascia أوسع فيش أوسع بالجسم يسمها endo abdominal fascia endo abdominal fascia جزء من عدها بهاي المنطقة سسموها transversalus fascia الاعتبار هي قريبة من transversalus abdominis زيد وراها خلصنا هالفاشية حتجينا فاشية اسمها parietal peritoneum والطبقة اللي تحيطها هي extra parietal fat extra parietal fat اللي هاي باللون الأصفر ثم تجي باللون الأزرق اللي هو parietal peritoneum شنو هذا parietal peritoneum هنتعرف عليه اللي هو مثل النفاخة اللي يكبس الفيزرة أو اللي يحيط الفيزرة من الداخل تمام إذن نعيدهن بالجديد عندنا skin الطبقة الأولى ثم عندنا سوكوتين استشو طبقتين اللي هي superficial والdeep superficial اسمها cambers deep اسمها scarbas وراه تجينا المسلز اللي هنه واحد اثنية ثلاثة بيناتن هم ثلاثة طبقات من الفيشي investation فيشي اللي هي superficial intermediate والديب ثم تجينا الطبقة اللي تحوط المسلز من الداخل فشي اسمه transversalis fascia ضمن شي اعام اسمه endo abdominal fascia وراه يجينا ال parietum اللي هو خارج اكو شي اكستر اكستر parietal فات ثم اخر شي parietal بيريتون طبعا هنا أنا هو شي غير حلكم من الارز عيد هن الارز من abdominal وال عدنا skin وعدنا superficial fascia اللي هي subcutين شو والمسلز ابنيروسز شنو يعني ابنيروسز اللي هو التندن شنو الفرق بين التندن والابنيروسز التندن اللي هو اشياء اللي تكون اصغر يعني مصل صغيرة تحيط بها اكو تندن صغيرة بس ابنيروسز هو كلمة اوسع اوسع النطاق لذلك تقول المسلز من الابدوم هي تشبيرة فذاك من صح تندن ما لا تنصح ابنيروسز ملاحظة مهمة الدفاشي هنا قصدة بها الانفستيشن فاشي اللي حتشينا عليها اما بالحقيقة هو الابدوم لا عنده دفاشي يعني احنا بالعادة تعودنا بشكل عام اي طبقات بالجسم نلقي سكن ثم نلقي السبكتين استشو ثم نلقي دفاشي الدفاشي الدفاشي هنا بالحقيقة هي مو قوة دفاشي ما نبقيت الدفاشي ما الابدومن تكون كلش ضعيفة لذلك التوسع اللي يكون اثناء الحمل او اثناء الكيرش اللي يكون للرجال بالتوسع ما البطن بسبب ضعف الدفاشي اللي صير بالابدومن تمام الدفاشي اللي موجودة بالابدومن هي يعني ما موجودة او موجودة بشكل ضعيف على شكل فيشي تمام فيذلك الجسم من الانسان معرض للتوسع اعضاء الجسم تمام من هسا ندرس طبقة طبقة الطبقة الاولى هي طبقة الاسكن الاسكن يكون اتاش لوس تمام يعني شو يعني بيضعف يعني تلقى الاسكن اللي يريد تصبح بالساب كوتين يكون كلش ضعيف بيقوية لذلك يعني قابلية الامتدال التوسع يكون اسهل مع عدوين مع مطقة الامبلايكس الامبلايكس يكون الادهيرنس متفيرملي يعني كلش قوي يكون دار مدارة هنان تمام اوكي اوكي زي ناخذ اسم استرايا غرافيدارا خاصة بالبرغنانسي تمام بالحمل الصغر شنو معناتها المرأة الحاملة لما البطن تتوسع بسبب الجنين بفترة وجيزة وقصيرة فحيصور يكون تشقققات تصر بالجلد اللي هنه ذني 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 صغر هاي شنو معناتها ليش ليصدر هذا الشيء لأنه السكين ميلحق يسوي كيراتين بفترة قصيرة يعني ميلحق على كيراتين وميلحق يتوسع بفترة قصيرة من خلال هذا الفيتس فلذلك يصدر هذه التشقققات تمام لأنه فترة قصيرة في الكيراتين اللي يصدر كميتة بسيطة فصر هاي السكارز أو يسموها الستراي تمام إذن هي specific form of scarring of the skin of the abdominal area تصير أكثر شي بالبريغنسي بسبب رابط expansion of the uterus الرحم زائد الweight gained during the بريغنسي تمام مو بس حتى الناس اللي عندهم كريش أهم يصير عندهم هذا شيء صور تسع من بريغننت ومن هسه ردت كنت انتوهون شباب شو طبقة subcutaneous تشو off anterior lateral abdominal war أوكي أوكي تمام زي شو لك تنتبه انه احنا عدنا الambylacals هاي 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 الambylacals هاي الطبقة الحد الفاصل من الambylacals هاي الطبقة الابر فوق وهاي الابر أوكي أوكي يقول لك انه هاي كلها subcutaneous بها variable أموت أوكي يقول الميلز بشكل عام يعني هم عندهم مقابلية لتكون subcutaneous فات أكثر من غيرهم تمام خاصة تنوان بالlower portion يعني يقول لك الميل أو يعني حتى الفيميل بشكل عام السبcutaneous تشو هذا يزيد أكثر شي يكون بالlower portion أكثر من الأبر portion يعني من أنا مهذا الابراكس بالlower portion أكثر more than الأبر portion اللower أكثر من شي يقول لك يقول لك السبcutaneous تشو فوق الأمبلايكس هذا الخط فوق الأمبلايكس هنا 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 بها single layer single layer يعني فقط أكو one layer لها superficial layer of subcutaneous تشو تمام زين أما lower area فبيها double layer بها double layer شي سمو إحنا قلنا هاي دشوفو هاي دشوفو هاي منبر اللون الأصفر هاي superficial layer أما جو فهي deep membranus layer إذن فوق الأمبلايكس single جو الأمبلايكس double تمام اللي هي superficial والdeep إذا تذكروا superficial نسميها cumbers facial cumbers facial وال deep اللي هاي باللون الأزرق نسميها scarpus fascii تمام تمام إذن فوق نستنتج الأمبلايكس بها فقط cumbers fascii أما الجو الأمبلايكس فبها double layer cumbers and scarpus fascii اللي 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 الفات layer undeem membranus layer زين 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 يعني سهذا تشوفوا كله باللون الأزرق وهذا كله deep membranus layer زين deep membranus layer إذا تشوفوا طلاب شنو يعني فايد جو يعني شنو يعني مستمر جو إلى منطقة منه منطقة البرينيوم تمام يعني البرينيوم يري همين يتطل منها تمام ف لما ندخل جو أو استمر جو صار اسم في شي اسم coles fascia يعني deep membranus مال برينيوم area اسم coles fascia coles fascia تمام coles fascia هاي coles fascia شنو هتفيدنا بشنو شنو هتفيدنا هال coles fascia وعلي هذا البنايل opening وهي السكروتم تمام تمام هذا هو يعني يبديها من بره هذا هو السكن هذا هو السابكوتينيوم تشو اللي هو باللون الازرع يعني الابياض هنا هالسابكوتينيوم وهذا ديب منبرينيوم تشو هذا باللون بالنفس الشي تمام اللي هو نازل على البيرينيوم كله يقول لك في بعض المواقف يصير فالشي cutting يصير cutting باليورثرة هنا اليورثرة هنا اكل بروستات وهنا اليورثرة اللي هو الاحليل هنا اليورثرة ينقطع اوكي اوكي لما ينقطع احنان اليورثرة ينقطع اليورثرة حيتجمع اليورن تمام اليورن هيتجمع هذا الورين بما انه احنا عندنا الكلز فيشي الي هي نفسه على امتداد واحد تصعد الابدومن هذا اليورين لما هيئجمع وان هيئسعد جمع تجمع كبار 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 وان هيئسعد هيئسعد فوق يعني ممكن يصعد الى الابدومن ممكن يصعد الى الابدومن عن طريق منو? عن طريق الاسكاربس فيشي والكوليس فايشة لانه هنه على امتدات واحد فيقول لك اليوران ممكن يصير يعني يعني يصير بي سبريدنج للانتيرا ولا ترى ابدا من الول ديب لي منو للسكارباس فايشة زيان اكو معلومة ثانية اكو معلومة ثانية هذا هو الانجوانال لقمت هذا هو الانجوانال لقمت هاي هي الثاي وهذا هو الديب فايشة اكو فايشة خاصة بالثاي شنسمة هاي فيشة خاصة بالطالق اسمه فايشة لاتة فايشة لاتة يقلك الديب فايشة هنا اذا تشوفون شباب اللتحمت ويا الفايشة لاتة يعني اديب فايشة ما برين buddyorthي الا برا 집كملت وياها مالتحمت بس Battlefield الحايشة لاتة ما الثاي التحمت ثانية شنration هاي مشبك همانا هاي الخطوط؟ هاي هي الديف فاشيا او سكارباس فاشيا وهاي هي الفاشيا لاتي هنا نلتحمت التحمت بيناتهم فلذلك يقول لك اليورن حدا وين يعني اليورن ما يزيد جوري الثاي على اعتبار انه هنا مطقة مزدودة بسبب الفيوجن اللي صار ما بين سكارباس فاشيا او ديميمبرانس فاشيا والفاشيا لاتي فيقول لك 2 سنتيمتر بلوذة انجوانيال لغامنت حد اليورن لما يصر يورثرا رابتشار يعني لما يصر يورثرا رابتشار اليورن يوقف الى حد هذا الحد تمام بسبب انه الفيوجن اللي صار ما بين الديب ممبرانس فاشيا والفاشي الاته ما الثاي فلذلك هنا هاي يرجعوا يقول انه السيبر فيشال فاشيا هي سنجل فاتي لايار بس جوه الامبلايكس بس جوه الامبلايكس شتصير صر دابول لايار اللي هي كامبرز فاشيا الفوق السوبر فيشال والجوه الديبر ممبرانس اللي اسمها سكارباس فاشيا لذلك يقول لك متروح يعني يم الانجوانيال لغامنت اللي اسمها اللي اسمها اللي هاي شباب الفاشيا هاي هي الفاشيا لا تداشوهون يم القوانيال لغامنت جوه صار بها فيوجين والفاشيا لا تداشوهون هاي اللون بنفس جيه صار اكو فيوجين هنا لذلك اليورن ما يعبر الى الثاي بسبب هذا الفيوجين فقط يروح الى وين الى ال البرينيال اريا والانتيرا الابدومنال وال زين نجي هسا على العضلات اللي تكون للابدومنال وال تمام انا عندي سلسلة عضلات العضلات الامامية اللي هي اسمها راكتوس ابدوميناس هسا حنا اخذ صوراتها وعندنا عضلات لاترالي اللي هي تكون ثلاثة يعني على شكل طبقات من بره اكو كستيرنال اوبليك مصل ثم من الوسط اكو انتيرنال اوبليك مصل وجوه اكو ترانزفيرسس ابدومنال او ابدومنالس مصل واكو عضلة اللي هي فشي اسمها بيريميدالس مصل هسا هم حشوفكم صوراتها صارت جوه كلش كلش صغير اكو بعض المصادر تهملها اكو بعض المصادر تذكرها بوستيريور اللي عدنا ثلاث عضلات الكوادريتس لمبورم اللي هي صاره اهنانه اللي وره اذا تشوفوه اهنانه كوادريتس لمبورم وهنا تبينهم اكثر هاي كوادريتس لمبورم من جهة الاخل الامامية وعدنا السواس ميجر اللي هو مننا وعدنا الايلياكس الايلياكس اللي هي هاي العضلة تمام هاي العضلات بشكل عام التماية اول عضلة عندنا الي اكسترنال Podominuses Muscle. Rectus abdominis muscle. تمام? تمام. هيه هي عضلة External Obliges Muscle. External Obliges Muscle. لما نحنشيلهش هيطلع? هيطلع عضلات places internal Obliges Muscle. internal obliges masuk. لما نحنشيلها حتظرت عضلات Power-transverses Abdominus Muscle. لما نشعلناها ناكلها الابدومن بقى عدنا فارغ ما عادة عضلة امامية اللي هي اسمها ركتاس ابدومنوس ركتاس ابدومنوس هاي كلها ركتاس ابدومنوس لما نحشي للركتاس ابدومنوس حيبقى عدي حيبقى عدي فتشي تندون اسمه لينيا البا لينيا البا سحنشرح لكم عليه بعدين بس عم متعرفون الاسام هاي هي عضلة البرميدالس مصر اللي قبتكم هي كلش تكون صغيرة بعض الكتب تذكرها وبعض الكتب بتذكرها تمام تمام شنو وضائف الهاي المسلس الانتيرولاترال المسل حناخدها قبل يعني يعني بالتفاصيل اقوال الشي يقول كيف فوم افرم بات فلكسبل يعني 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 تحافظن على الابدومنال كافيتي تمام بس هي بتكون فلكسبل تمام يعني اوكي اوكي تحافظن على الابدومنال فيزراء رقم واحد اثنين تحميل نذن الفيزراء من اي انجري صار تمام اوكي يعني supportable protection ثلاثة maintain the position of the فيزراء in the erect posture against the action of gravity شنو يعني 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 على ما نسوي حركات flexion extension twisting lateral rotation احرك الترانك ماتي من اللي يحافظ على الفيزراء او من اللي يحافظ على البوستر داني هنا العضلات تمام اوكي زيب يقولك تساعد انها من بالforce expiration اذا عدها رول بالrespiration خامسا هي ازايدنا يعني assist in abdominal voiding ليش لانه لانه لما ننعصر او لما نسوي contraction هى عضلات هيزيدنا intra-abdominal pressure فهيزيدنا inal abdominal voiding تمام He'sya نجى على عضلات changes external acclimates تمام هاها العضلة هي Zoltar orn sadly is the largest wether most superficial one of the three flat anterior lateral abdominal muscleMaracids تمام اول واحدة والاكثر واحدة superficial mat مات الiantes من $8 أول شي مات تاخذه من Egyptian service دلي هناك ربص من الخامسة من الخامسة من الخامسة من الخامسة الى estoix تمام بعد من ان تاخذ فقط من anterior part posterior part ما تأخذ منه اي أوريجن على عكس بقية العضلات اللي حناخذن الانترنال و ترانسورس ياخذن أوريجن مين من فيشي هسه حناخذ صورته اسمه ثورا كولامبر فيشي ثورا كولامبر فيشي زين الانسير الشي ما تهون يصير الانسير الشي ما تهي يصير ينفي الشي اسمه إيليك كريست تشوفو نسهاي الإيليك كريست تمام ظريح عضاعة من رايحة عبر خط الأبيض عدد الزي يسمى لينية الألبي لنفتح الانسير الطائر فالانسير الشي ما يitat soaps و بعد儿 يتم اخذ شي ما اسمه لاイليك34 اخر و يسمى كولامبر فيشي ما suffering و تثني ايليك كريست و ياتذ يشوفو بشي ما assumptions داركشن ما الفايبرز اذا ادت شوفوه شون صارة صارة انفيريو انتيريارلي انفيريو انتيريارلي صارة راح الامام بس باتجاه انفيريارلي يعني الاسفن زل المسل فايبرز شوكت تكون ابنيروتك يعني هسا انا عندي هنانا مسل فايبر باللون الاحمر هاي باللون الابيض شي سموهم هاي سموها ابنيروتك فايبرز تمام فاذا نعضل بها جزئين بها امسكولار فايبرز و بها ابنيروتك فايبرزاش اشوقت تيل عضل صير ابنيروتك اشواكت شافو اكو لان هنانا اكو الwalkлавicle هاي Bernie clavigerune تمام هاي شافو اكو في الخط mid clavicular line هذا الby clavicle mid clavicular line حيتتحول المسكولار فايبر الى ابنيروتك فايبر تمام تمام يقول لك أثناء ما تكون بهذا الاتجاه اللي هو الـ Medi Clavicular Line شون تكون الشي اسمه الفايبرز تكون كلها ميديالي بس لما تكون جوة تتحول الفايبرز تكون inferiorly يعني كلها تبدي ميديالي 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 وراسل inferiorلي جوة يعني بلوذة أمبلايكاس الفايبرز تكون inferiorly شباب آخر معلومة وهي أهم معلومة هل أكو جزء بارت من external oblique muscle ما بي insertion سمو free margin أو free border نعم أكو اللي هو هذا الـ lower part هنا قلنا بيوبك synthesis هنا بيوبك tubercle وهنا بيوبك اليacrest هنا أنا أكو جزء هذا اللي free border هذا الـ free border إذا حكبركم إياه هذا هو الـ free border هذا ما بي insertion هذا حيثخن قولك الـ inferior margin ما الـ external oblique abneurosis is thickened ما بين الـ anterior superior iliac spine اللي هي هنا وما بين الـ pubic tubercle اللي هي هنا عن هذا الحد حيثون في الشيء اسمه inguinal ligament inguinal ligament اللي هو شباب حناخدها بالـ pelvis أوسع اللي هي inguinal ligament شباب هذا المخطط اللي هو يشرح لكم الأشياء اللي حشيتك كلها لأنه هو the largest muscle من أنا ومن أنا قلناه هذا كل شي يفيدكم الـ muscles يمMYDIAL يمSPIN decentral ينزل جو يعني عدل ورا يصبح شيء الـ insertion عندنا 4 نقاط اوكي شوكت يثخن يثخن يمي الفري مارجن اللي ها ما بين انتير سيبر الكسبان والبيوبك تيوبركل عامو يسوي في النفس الشي اسمه الانجوانال لقيمت شباب هاي الشنية هاي لقدتكم عليها اللي ها بالبوستيرير بارت يسموها ثوراكو لمبر فيشي هاي اسمها ثوراكو لمبر فيشي اذا تلاحظون هاي هي الاكسترنال اوبليك مصل هاي الاكسترنال اوبليك مصل ما قاعد تاخذ اوريجن من عده ما عدا يعني على عكس العفو الانتيرنال اوبليك مصل والترانزفيرس اللي صار يعني مور ديبر هتاخذ انسيرشن من الثوراكو لمبر فيشي اذا ثوراكو لمبر فيشي ينطي اوريجن للانتيرنال اوبليك والانترانزفيرس في ابدوميناس وبس ما ينطينا الاكسترنال اوبليك مصل هاي شباب هي صورة توضيحة الفري مارجن مال الابينيروتك بارت مال الاكسترنال اوبليك مصل اللي حي سوينا فتشي اسمه الانجوانال لقيمت زين هسا عدنا العضلة الثانية اللي هالوسطة اللي اسمها الانتيرنال اوبليك ابدوميناس اللي هي الطبقة الثانية الاراجن مال تهيشنية اللي انترميديت مال l3 flat Carlo الاراجن مانت هو اول شي من في الطبقة صلوتي الي من انا من الخلف فالشي اسمه او فالشي اسمه ثورا كولامبر فيشي ثورا كولا مبر فيشي زين بعد من تاخذ تاخذ من اولياك كريست هذا هو الاولياك كريست هذا رقم واحد gossip رقم ثلاثة تاخذن في الشيء اللي رسبنا قبل شوية اسم انقوانل لي قامت اذا الرقم واحد لمبو كراسك فيشي والانقوانل لي قامت زين مالتها الفايبرز شون تكون داركشن مالتها تكون سوبرا انتيريار دي يعني فوق فوق وللأمام فوق وللأمام زين زين شو وقت تكون ابنيروتك همينة هذا قلنا الكلافيكل ميدي كلافيكلر لاين هنا ميدي كلافيكلر لاين بالميدي يصر ابنيروتك ابنيروتك فايبرز زين انسير شو ما تاون يصير يصر بكث نقاط شين اول شي يمي الانفيرير بوردر مال عشرة والفدعش والاثمعش ريبس تمام الانفيرير بوردر اللي هو هذا شوية نغير اللون هذا العفو هذا اللي هو الاثنعاش والدعش والعشرة ريبس تمام ها رقم واحد بعد وان تسوي انسيرشن تسوي انسيرشن باللينية باللينية ليني ألبا تمام رقم اثنين ليني ألبا رقم واحد عشرة دعش اثنعاش بعد وان تسوي انسيرشن بالباكتين بيوبس اللي هو هنا صار هم تسوي انسيرشن بالباكتين بيوبس اللي هنا صار اذا واحد اثنين ثلاثة هذا الاول والليني ألبا والباكتين بيوبس رقم ثلاثة هذا ملخص للشرح القبشي حجيته انو الوريجن مات من ثري ارياز والانسيرشن مات من ثري ارياز المسل تكون داركتت سوبرا انتيرياري يعني بهذه الطريقة والمسلس فايبرا بالنيروتك في ميديك لابيك رولي نزين نيجي نسع على عضلة الثالثة اللي هي الانر موست وان اللي هي اسمه ترانز برسس اب دوميناس الوريجن مات مني اقضى من اربع اماكن تمام اربع اماكن المكان الاول الي هو تاخذه هو الاليعجككرست بعدش تاخد يمكان اسمه انقواينال اللي قمت ثلاثة تاخد مفاشية من الخلف اسمه ثوراءكو اهنان من الخلف من الي الج 2-12 يعني من السابع فوق اللي هو هاي منانا الى الرقم 12 تمام تمام زي الفايبرز ما تشون تمشي تمشي هوريزنتالي بشكل افقي تمام تمام وشوق تصر ابنيروتك نفس الشي بالميد كلافيكولر لاين بيد ميد كلافيكولر لاين زي الانسيرش ماته وان يصير بشغلتين بالبكتن بيوبس اللي هو هاده زائدا بالليني عالبه هذا الليني عالبه اوكي اوكي يقول لك الانيرفاشن ماته من الثري مصيز اللي بيكبناها كلهن يجني من النقطين اللي هو الانيرز اللي هو مني تي سبن والتي تويلو الى الالوان تمام يعني تي سبن الى الالوان اوكي اوكي هس هناخد الانيرفاشن بالتفصيل هاده ملخص اللي ذكرنا قبل شوي تمام زي هسا عادنا عضلة راكتاس اب دومنصر عضلة راكتاس اب دومنصر من يمات الورجين يبدي من جوه ويصعد لي فوق تمام يبدي من جوه ويصعد لي فوق هي شنو هي الوحيدة اللي تكون vertical muscle of the anterior abdominal wall هي الوحيدة اللي يكون من vertical زي الورجينيت ما تهمين قلنا من جوه من جزئتين شنو جزئتين اول شيء البيوبيك كرست اللي هو هاده هنانا والبيوبيك سنفسيس اذن جزئتين بيوبيك كرست والبيوبيك سنفسيس زي الانسير شي ما تهمين تروح تروح على الكارت اللي هنالفايب والسيكس 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 وبعد ما تروح تروح للزيفويد بروسيس هنالزيفويد بروسيس باللون الأخضر تمام زيفويد بروسيس كالستال كارتليج والزيفويد بروسيس زين تكون يقول لك شي يقول لك يقول لك تكون نارو ضيقة يعني يشوف المسافة هنا قليلة وتكون ثن أما فوق تكون لا تكون بروسيس وتكون شنو ثن أما جوا تكون نارو انثيك بما انو نارو فثيك فوق تكون بروسيس يقول لك أغلب المسل زمالتها هي انكلوزد وانصارة بالركتوس شيث زين من اللي يفصل بني التو ركتوس أبدومنس مصل ثني الركتوس أبدومنس مصل من اللي يفصل هن فتخطت بالنص اسمه لينية ألبا لينية ألبا عافية هذا اللينية ألبا يعني يكون بداخله 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 أكون انتراسكشن شي اسمه اسمه تندنس انتراسكشن قدنا ثري تندنس انتراسكشن أول واحد على مستوى منه على مستوى العمبلايكس هاذا هذا مننا ولمنا الثاني واحد يقول لك يم يزيفويد بروسيس هذا واحد وهذا واحد ذلك الخطوط البيضة اللي بينا لمن ننفوت للجيم التقسيمات بينا اذن التندنات ويقول لك الثالث ما بينهما يصير هالفا بين الامبلايكس انزي فو ده بروسيس اوكي اوكي فيقول لك ذني إيزلي فزيبول عن الاندفجول ذو الديفلوب راكتوس أبدومنسي عايزة تفوتون جيم هاذا ملخص اللي ذكرنا قبل شوية نفسه الوريجين الوريجين والإنسيرشن والمسلس فايبرس تكون و كل حيشين قبل شوية طبعا هاشي يبين لي يبين لي ذني اللي أخذناها قبل شوية اللي هنا قلنا عليه اللي هنا بيانات عجلت ذني بيانات عجلت بالمسكولر بيرسن اللي بيانا عجلت ذني الخطوط طبعا هم لا ننسى شباب هذا الخط هم حتى أخذوه بعدين هذا الخط اللي يكون هذا اسمه لينيا سيميليونارس لينيا سيميليونارس تمام هسا عندنا هالعضرة الأخيرة اللي هي يكون او مصول الابدومنالول هاي هاي تكون سمول وتراينجولر شكلها مثلة يكون يكون موجودة ثمانمية من البشر وبعضهم ابسنت وصار مكانها انتيرير تو دركتس ابدومنس تمام البيس ماتة صار على بيوبس جوة والابكس ماتة سيبيريار دي والميديا الاتاج ماتة باللينيا البعض تمام شنو وظيفتها تنسز تشد اللينيا البعض هذا ملخص اللي قلناه تمام شباب هذا شنو مقطع هذا شنو يعني يعني قاصين الجسم من فوق ودمباء حسن من بوصير واللاترالي هنا جزء الاول اللي هو الاسكن هنا السبكتين استشوف هنا العضلات بالترتيب السبكتين والانترنال والديب اللي هي والانترنال والانترنال والترانسفيرس وهنا عدنا آخر طبقة اللي هي السبكتين والبريتونيوم والبريتونيوم أنا أود أساعدكم فكرة هذا يا سكشن تمام شباب هذا هو الليني ألبا هذا هو الليني ألبا زين هنا أنا هو المسكولر فايبرز وهنا مثل ما نعرف ستحزرون هذي شنجزة شيء مثل هذي هنا هذا الميديكلافيكولر لاين تمام تمام زين بالميديكلافيكولر لاين حين تتحول إلى شنو تتحول إلى أبنيروتك فايبرز زين ذنين الأبنيروتك فايبرز لما حيجن هنا باعوا علاء الأكسترنال الأبنيروتك ما الأكسترنال ما صب هذا هذا لما ناجي توقف عدليني ألبا لا ما توقف وإنما يكمل سوى ديكاسيشين على اللاور موست مع الأناثر بارت يعني شنو يعني يقولك الأبنيروتك فايبرز مع الأكسترنال أبليك مصل ديكاسي كالك الابنيروتك فايبر ما المينو منو yang contralateral internal oblique يعني كمل contralateral internal oblique لذلك يقول لك external apneurotic fiber وال internal apneurotic fiber سووا لعضلة سموها دايقاسترك مصل دايقاسترك مصل تمام دايقاسترك مصل هاي العضلة تايقا شن يعني مع كلمة دايقاسترك مصل اللي هي هاي هاي العضلة هاي الدايقاسترك مصل هي عبارة عن two-pillate muscle sharing a common central tendon يعني عضلتين يشتركا بتندن واحد اللي هو هاذا تمام تمام اوكي اوكي وهاي حتاخذوها بالفلسلجة لتفيدنا في حالة شنو حالة الفلكشن لما ننحيني احنا ونسوي الروتيشن فالright shoulder حيتحرك باتجاه left hip والعكس صحيح لك من المسؤول عن هاي الانعكاسات في الحركة هذا ال-diagastric muscle اوكي اوكي زي اريدكم هنا شو تباعون تباعون على السهل هذا شنو هذا هذا هو internal oblique muscle internal oblique muscle اوكي اوكي اهنا شنو اهنا transverse ابدمنا المصري هاي اثنانات تشوفون ال-tendon مالتها نزل اثناناتهم سووا fusion اشتركوا يعني اثنانهم التحموا جوة وسووا insertion وين بالبكتين بيوبس اذا تاخذون قبل شوية اخذناهن insertion وال internal وال transverse ثنان بكتين بيوبس فصار اهنا fusion وانا صار insertion بالبكتين بيوبس فسووا tendon هذا هنا tendon سمو conjoint joint tendon او اسمه inguinal falx تشوفون اسمه inguinal falx او conjoint tendon تمام تمام زين شباب تدرون احنا هذا anterior abdominal wall هذا بشكل عام اكيد اكو فد nerve supply nerve supply و اكو همين blood supply دي غذي زين هذا وين يمشي احنا نتعلمين انه اكو طبقات اكو 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 transverse يقول نورو vascular bundle يمشي between the internal لهذا internal وال transverse يعني بين internal oblic muscle وال transverse abdominal muscle يعني بين الطبقة الثانية والثالثة زين هسا عدنا موضوع rectus sheath rectus sheath تبهول علي موهن تبهول علي هالصورة احنا قلنا ذني three muscles external internal oblique transverse oblique abdominus بالتساوي بالتساوي طبعا هنا هي external هي غلط هنا المفرط external تمام حيكونوا بعبني الروس ذات تمام ثلاثة اوكي واحد اثنين ثلاثة لما هايجين هنانا هايشوفون قدامهم rectus or rectus abdominus هايحيرون نسي يقولون شنسوي احنا في external oblic muscle يقول كان يابا عن لي قدام عند صار بالاخير فحروح لي ورا rectus abdominus فالتين دين مات حروح لي ورا rectus abdominus اوكي زين صفان internal oblic كالك هايش عانش يسوي فساني احير اروح الامام ويا external oblic ويا صاحبي نفس اسمي لو اروح للخلف اللي اشارك ويا original insertion transverse فحي هنا هيصر نبدأ العدالة العدالة شنو الانترنال oblic حينقسم قسمين حينقسم قسم يروح ويا external oblic muscle وقسم حيروح ويا transverse muscle اللي ويا external oblic muscle حيصون في الشي اسمه anterior lamina of rectus sheath اللي اسمه anterior rectus sheath اما البosterior lamina حتتكون من posterior part من internal oblic زائد transverse muscle سموه posterior rectus sheath هذا كل encircling سموه rectus sheath اذا rectus sheath هو strong compartment تمام يكون incomplete واسا نعرف وليش incomplete زين هسا احنا ورا ما خلصنا ذن rectus sheath عرفنا ها يقول لك abneurotic tendon sheath شون تكون بواسط abneurosis ثrilateral abdominal muscle اللي هي نقطة قلناها بدأ انه مو كامل ان completely شنون يقول لك هاي التقسيم اللي اخذناها انه هنا عضلة ونصلي قدام وعضلة ونصلي ورا تكون rectus sheath ثلاث ثلاث المسافة ثلاث المسافة هنا انا هذا الربع الاخير هذا المسافة يقول لك هاي المنطقة posterior surface مالتها هيكون مكووم فقط من transversal fascia يعني تخيل هاي المنطقة الاخيرة ايها lower half او lower quarter او lower third خلنقول اوكي هاي lower third من الامام العضلات او الابنيروسيز Zeit ثلاثت راح الى انا الامام بمن ضمنها transversal muscle الابنيروسيز مالتبع كم راح الى الامام يعني صار inferior sheet مكون من three abener roses اما posterior sheet من يكون هي فقط fascia صغير هون صغنون يسم transversal fascia اوكي هذا فقط الأجز من lower third ويقولك Posterior wall more rectus sheath ها طبعا يقولك فوق مكونة من من Other half mal internal oblique and the abneurosis of the transversus abdominis يقولك بالجزء الخلفي اللي هو هاذا هاي المسافة هاي المسافة هاي المبلكس و هاي الشسمة الثلث المسافة هنانا حنيبدي نفقد من نفقد transversus ابنيروسيس فيقول لك As no sheath covers the posterior surface of the lower quarter of the rectus abdominis the muscle at this point is direct contact with منو transversal fascia اللي هاده نشوفه باللون الاصفر هاي اللون الاصفر يعني باللور ها او اللور ثيرت بقاننا بس جزء خلفي اسمه transversal fascia نسحنا شالين الانتيريار باقتنا بس ال posterior رشيه اللي بيها بس في اشي هاده اللاين الاركويت لاين اللي هي نقطة التحول سمينا ااركويت لاين ااركويت لاين على تيبره مقوس ااركويت لاين ها في صيلك الاركويت لاين وين صار بالضبط قول لي منتصف المسافة ما بين الامبلايكاس والبيوبك سينفيسيس